هذا الصمت بقينا أقوية وصامدون ولكن إلى متى؟ يعني نحن هنا ماذا نفعل؟ الدعاء لأهلنا هذا المستقبل الذي خرجنا لكي نبنيه كل كان لديه حلم ونحن هنا حلم ونحب الحياة والسلام كباقي شعوب كلها نموت وتحية فلسطين أنا الطالبة فاطمة أبو عمشة فلسطينية من قطاع غزة أدرس في المملكة المغربية درجة الماجستير اللي من 2019 في المغرب آخر مرة شفت فيها أهلي من عامين مباشرة بعد حرب 2021 نزلنا لم نستطع المكوث سوى عشرين يوما تقريبا بسبب ظروف المعبر وكان معبر رفح وكان يتمكن هو المكان الوحيد للمنفس تاع غزة العائلة الآن يعني مخطوع التواصل نسأل الله أن يكونوا بخير ولكن ما يحدث في غزة نحن لسنا أمام جريمة حرب نحن أمام إبادة جماعية إبادة لست بحق الشعب الفلسطيني بل بحق العروبة والإسلامية وكل ما يتغنى في حقوق الإنسان بالأمس مجزرة مستشفى المعمداني بدأت لحديث عن 200 شهيد حتى الآن وصلوا 1400 شهيد وما زال العدد بإزدياد طبعا هذه المستشفى يوجد فيها كنيسة وأيضا هذه المستشفى في منطقة يعني مليئة بالسكان مليئة جدا مزدحمة بالسكان وهذه المستشفى يعني كغيرها من المستشفيات كل مستشفى تتميز في إمكانية واحدة أفضل من المستشفى الأخرى فهذه ربما كانت المستشفى التي بها معالجة الحروق ذات الدرجات المرتفعة ولكن المجزرة التي حدثت بالأمس كانت لأناس عزل نازحين في ساحة المستشفى وليس كما يتحدث الاحتلال لأن منذ أول تبرير له قال جيش الدفاع أن نظرا لعدم توافر الأمكانيات في قطاع غزة نحن نمنحهم الموت الرحيم إذا كانوا هما يعاملون على أننا حيوانات بشرية وما إلى آخر هل أبناء جلدتنا الدول العربية الأخرى تعملن نفس المعاملة؟ هل هذا دين رسول الله الذي نتبعه؟ ولكن الآن نحن لا نرجو إلى وقفات هذه الوقفات بمثابة عجز أكبر نحن الآن بعد المجزرة التي حدثت هي أقوى من مجزرة 2006 لقنا أنا حضرت حرب 2008 كان عمري 8 سنوات أذكر لحظة بلحظة ما حصل بنا وكان فيه اشتياح بري انتقلنا من مدينتنا إلى مدينة في الجنوب وبقينا كلنا تضاع ضاع في حرب 2008 أذكر حتى الآن أشلاء من مدرسة الكرمل في قطاع غزة يخرجون الطلبة من المدرسة يقتلون هذا الاحتلال في 2014 عايشته في 2008 كانت أول مرة يستخدم الاحتلال في السفور الأبيض المحرم دولياً في 2012 أيضاً حصلت حرب في 2014 كانت أطول حرب في تاريخ هذا الاحتلال كانت 51 يوماً وبالرغم من أنه 51 يوماً لم يصل عدد الشهداء إلى الذي وصل في ثمانية أيام أو عشرة أيام هذه العملية التي حصلت من المقاومة الفلسطينية هو حق شرعي لأي شخص من لم تكن فلسطين قضية فلا قضية ولا مبدأ ولا أي شيء لديه ولكن هذه العملية كانت بمثابة إثقاء عين للإحتلال فبدأوا يتخبطون في القطاع هم يقولون أن هذا خطأ وفي متفجرات داخل المستشفى فكذب كذب إحنا السواريخ اللي بيتم صناعتها في قطاع غزة صناعة يدوية هل ممكن أن تحدث في هذه المجازر كانت أحدثت عندهم كانت وصلت عندهم فهل عزل هذا الجيش الذي لا يقهر هذه استراتيجيته الآن تقريباً خمس أو أربع أيام ممكن أن نطمئن من خلال الجيران أو غيره أن نرسل أحد إليهم نحن لسنا أقل بشرية من باقي الشعوب أنت الآن عاراً على راحتك على نومك على أكلك وهذا الشعب الآن يباد 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 دخلت المستشفيات الآن على لسان دكاترة دخلت في مرحلة انهيار قبل ثلاثة أيام كنت أتكلم مع صديقة تشتغل داخل المستشفى ممرضة تقول لي نحن نعمل الآن أفضلية بين المرضى من يمكنه أن يكون على قيد الحياة بشكل أكثر نحن لسنا أرقاماً ولا نريد أن نكون أرقاماً الآن أربع أربع ألاف أربع ألاف شهيد هو أربع ألاف قصة أربع ألاف معجزة الآن الذين يقتلون أقل من فيهم يكون عمل عمليات كثيرة حتى ينجب واحد بعد عشرين عاماً كل كان لديه حلم نحن نحلم ونحب الحياة والسلام كباقي شعوب كلها أما الذي يحدث الآن في قطع غزة هو ظلم وهذا الصمت بقينا أقوياء وصامدون ولكن إلى متى؟ يعني نحن هنا ماذا نفعل؟ الدعاء لأهلنا هذا المستقبل الذي خرجنا لكي نبنيه هذه أحجية نؤنس بها بعضنا البعض الأفضل لنا أن نموت ونحن بجانبهم لسا أن نموت بحسرتنا الاحتلال بظنه أنه يبيد الشعب ولكن كل من قتل له شهيداً سيثأر الصغير غداً سيكبر سيثأر كلنا سنتأر كلنا في الأول عندما أهدموا الأحياء تماماً قلنا لا بأس محو الذكريات وكل الشوارع الذي ضحكنا وبكينا بها لا بأس بقي الأصدقاء بقي الناس أما الآن الناس يحاربون دول عربية كافة تحارب منهج الإيصال الماء والمعدات الطبية لدى عينكم تصلوها ما ضلش حد لم يبقى أحد لمحاربة عينكم توصل المساعدات لهم ما ضلش حد نحن الآن لا نستطيع أن نداوم كيف نذهب نداوم ونرى الناس لا نستطيع أن نرى غصباً عننا لا نستطيع أن نرى الناس ماشية وحياتها طبيعية وكل شيء وأهلك تحت القصف لا نستطيع أن توصلهم لا نستطيع أن تضمن عليهم لا نستطيع أن نفعل أي شيء في الحياة يعني يعني في عجز أكبر من الإنسان مش قادر يوصل لأهله مش يحمي أهله مش قادر يوصل لأهله يعني هذا هذا أقل ما يقول القليل جداً يعني حتى الأهل داخل القطاع جميعهم تفرقوا منهم من في المدارس ومنهم لا نعرف مصيره لم يبقى أحد في بيته لم يبقى أحد في بيته الذين نزحوا إلى المدارس لنعرف مصيرهم ما فيش ما بتتواصل مع أحد عشان تعرف أنت شو مصيره شو ممكن يصير فيه لوين ممكن يوصل يعني كل مجموعة بتكون مع بعضها فقط فتحين الأخبار نقرأ أسماء الشهداء العائلات وين القصف ممكن يوجد الكثير يعني من قصف ودمر بيته ولكن الحمد لله أن الناس يعني يطلعوا بخير أنا أختي دمر منزلها ولكن الحمد لله رب العالمين يعني الآن نحن لسنا بصدد عن هذا الحديث نحن بصدد إلى وقف إطلاق النار وقف الإبادة وقف إجرام هذا المحتل هذا المحتل الذي خلقته أمريكا وأمريكا بذاتها تقول أنه لو لم تكن إسرائيل ستخلق إسرائيل لتثبت سيطرتها على الشرق الأوسط فأين العرب من كل هذا أين أين نحن لماذا الصمت ماذا تنتظر نحن يوميا نسأل الله أن يقيم الساعة أن يحين الساعة يوميا نسأل الله أن يحين الساعة لطفا بالناس لأننا عايشنا هذه الظروف عايشناها وكنا داخل هذا الاحتلال لا يرحم لا حدود لها في الإجرام هو إذا كان يرى أن الذين يقتنون في قطاع غزة حيوانات بشرية كيف ترى أنت هذا أنه يرى الناس حيوانات بشرية وهي تقتل وكل منه لديه حلم ولديه قصة نحن لسنا أقل بشرية من المجتمع كله وإذا كان أبناء جلدتنا يرون بهذا الحال فنتمنى من الله أن يقيم الساعة وإلى كل المسائل كلهم والحكام غدا في محكمة الله ماذا ستقول غدا في محكمة الله ماذا ستقول كنا خائفين من أمريكا ومنسدحين أن ننتظر أوامرها ماذا سنقول ونحن نرى المسلمون يقتلون الإنسانية تجرد العروبة تجرد كل الدول الغربية الآن تقف بصفنا بقيتم أنتم وأغلب الدول العربية عايشة الاستعمار وعايشة الاحتلال يعني أنتم شعرتم بهذا بهذا الشيء أنتم شعرتم به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر